كنيستنا واحدة وبنأكد على ده كنيسة واحدة جماعة رسولية كتاب مقدس واحد نفس الكلام اللي مكتوب فيه فهنقف قدامه وإحنا بنفكر ليه إحنا منقسمين؟ ليه إحنا مجموعة من الكنيس؟ ليه عندنا اختلاف في التعليم على رغم من أن مصدر التعليم كتاب مقدس واحد؟ طبعا مفروض أن يكون التعليم واحد في الكنيسة لأن الكتاب مقدس الرب واحد إيمان واحد مع مدية واحد وكان ده الوضع الموجود في الكنيسة في العصور الأولى لكن الناس كل واحد بيفهم بطريقته يعني ممكن الحلقة اللي احنا بنقولها كل الناس بيسمعونا في حد بيفهمني صح في حد بيفهمني غلط في حد عنده خلفيات تخليه هو يعني يستوعب الكلام بطريقته فلابد أن يكون فيه اختلافات نتيجة حرية الناس نتيجة مستويات الزكاة والخلفيات الفكرية أنا هديكي مثل مثلا في المدرسة ممكن في فصل واحد نفس المدرس ونفس المنهج ونفس الكتاب ونفس وسائل الإضاحة لكن الطلبة في واحد بيجيب مئة في المئة واحد بيسقط صحيح ايه الفرق؟ الفرق أنه هو واحد فهم كويس الثاني ما فهمش كويس واحد لعبي واحد مجتهد فكذلك في الكنيسة تلاقي فيه ناس ماشية بتفهم زي ما ربنا قال بالزبط وفيه ناس بتفهم بمزاجها فبالتالي هيبقى الاختلاف هنا مش في النصوص اللي هو كتاب المقدس لكن فيه التفاسير واحنا يعني دايما بقول أن لو عايزين فعلا بجد نرجع لوحدة مسيحية حقيقية نشوف في العصور الأولى أيام ما كانت الكنيسة واحدة في الشرق وفي الغرب كانوا فهمين إيه ونمشي حسب فهمها لكن هو اللي سبب انقسام في الكنيسة هي المفاهيم الخاصة والنهاردة يعني فيه خطورة أكتر على الكنيسة بسبب المفاهيم الخاصة اللي بيتبنها بعض الناس زي كانوا كليروس أو خدام أو شباب عاديين بيتبنى مفهوم خاص بيقتنع بيه يقول لك هو ربنا أكيد كان قصده كده من عندياتي فدي بتخلي الأفكار تتشعب يبقى فيها شعب لكن لو إحنا عندنا رغبة أمينة وصادقة أن الكنائس تتحد في العالم كله هناك طريقة واحدة فقط أن نحن نرجع أيام الكنيسة كانت واحدة في فكرها كان إيه الفكر الموجود بوحد الكل نقطة الاختلافة سيدنا يعني يمكن أن يفتكت كلمت في الحلقة اللي فاتت عن المجامع المسكنية عن الكنيسة قبل مجمع خلق الدنيا الشخص اللي بيغلط أو في تفسيره يعني بيبعد عن الإيمان السليم كان بيبقى فيه مجمع عشان منقشته أو حرمانه في الآخر أنا أعرف إزاي أن الشخص ده غلط ولا صح اتظلم ولا على حق وبالتالي أنا أكون تبع مين وإن هنا كان الانشقاك والاختلاف طالما فيه مجمع يبقى مفهود أن إحنا بنخضع للمجمع التاريخ مش هيرجع الوراء المجامع اللي هي التلاتة الأورانية النقية والكوستنطينية وأفاسوس موافقة عليها كل الكنيسة في العالم تمام لو إحنا رجعنا للتلاتة مجامع دول كفاية قوي ليه لأن القضايا التي عرضت بعد ذلك قضايا فرعية لكن في التلاتة مجامع دول بدليل أن البابا ديوسكوروس في مجمع خلق الدنيا قال لهم إحنا مجتمعين ليه الإيمان خلاص تم حصمه فلو اكتفينا بالتلاتة مجامع اللي هي كل الكنيسة في العالم معترفة بيها سواء كاتوليك أو روم أورسلوكس أو إحنا أو حتى البروتوستانت يتفقون على المجامع دي نرجع لها ونرجع للعصور دي كان الإيمان إيه لو بنقول شرق وغرب قلتها لكم المارفيتت غرب معناها روما شرق معناها إسكندرية وكوستنطينية وأنطاقية وقرشالين الخامسة دول هم أربعة شرق وواحد غرب كانوا في شركة وإيمان واحد من أيام الرسل لغاية مجمعة خلق الدنيا مجمعة خلق الدنيا المجموعة بتاعتنا تردونا ونفوا البطرق بتاعنا وظلوا هم شرق وغرب اللي هيكوستانتونية ورومة في شركة لغاية القرن الحداشر بدأ بقى الاختلافات والتطرفات الفكرية في الشرق وفي الغرب من أيام القرن العشر والحداشر طبعا عندي قبلها عشر كورون باستثناء قضية مجمع خلق الدنيا عندي عشر كورون من الإيمان المشترك عندي بلاش العشر كورون خلينا غات مجمعة خلق الدنيا مجمع خلق الدنيا في القرن الخامس يعني عندي خمسمائة سنة أو ربعمية وخمسين سنة إيمان واحد وطعيم واحد شرق وغرب وشركة مع الكنيسة والفترة دي فترة غنية كان فيه أباء كتير في الشرق وفي الغرب كتبوا تفسير ورؤيتهم وما هو مستقر في الكنيسة تفسير كتاب مقدس وتفسير العقيد وإحنا أغنياء والنهارده حركة الترجمة من النصوص الأصلية على مستوى العالم كله في منتهى النشاط إذن فرصة النهارده متاحة جدا للعودة إلى الوحدة لو كل كنيسة التزمت بما هو كان قبل خلق الدنيا ترجمة نانسي قنقر